قرر الرئيس اليمني عبدربو منصور هادي تشكيل مجلس قيادة الرئاسي وبموجب القرار ينقل الرئيس اليمني صلاحياته الدستورية للمجلس الرئاسي والذي سيتولى التفاوض مع جماعة أنصار الله الحوثية للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل للحرب بإشراف الأمم المتحدة وسيرسو مجلس القيادة الجديد المؤلف من رئيس وسبعة نواب للرئيس رشاد العليمي شكرا